مشاهدين أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في عدد جديد من غرفة الأخبار والبداية مشاهدين بأولى مواعيدنا الإخبارية لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر حادث مرور وقع مساء أمس بضواحي بلدية الخيثر بالطريق الوطني رقم ستة الرابط بين البيض وولاية السعيدة الحادث تمثل في استضام سيارة سياحية بشاخنة ذات مقتورة ما أصفر عن وفاة ستة أشخاص من بينهم امرأتان ورضية وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الضحايا لمصلحة خفض الجثث بمستشفى الولاية في حين فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث تستألف محكمة سيد محمد اليوم حاكمة عبدالغاني هامل المدير الغام الأسبق للأمن الوطني وفراد من عائلته في قضايا فساد ويتابع هامل في قضيتين أولا هما تتعلق بتبييذ الأموال والثانية تتعلق بنهب العقار والتي تورد فيها الوزيران السابقان عبدالغاني زعلان وعبدالمالك بوظياف بصفتهم واليين سابقين لولاية وهران فضلا عن الوليين السابقين لتيبازا موسى غلاي والزبير بن صبان القضية وفي جلسة الأمس واجهت عبدالغاني هامل بممتلكاته العقارية في وهران وتلمسان والعاصمة وتيبازا واستفسرته عن الهدف من وراء الشراء وبيع العقارات لجانب امتراكه لخمسة وعشرين حسابا بنكيا وأن فهملتهم كافة الموجهة إليه وطلب بإنصافه وإنصاف عائلته التي قال إنها ضحية ميته أيضا أنا نظن اليوم الهامل عبدالغاني أجاب على كل كبيرة وسغيرة وكل أسئلة المحكمة أجاب عليها بكل صراحة وبكل ثقة في النفس أبعد من ذلك أن الأجوبة كانت مدعمة بوثائق رسمية سيقدمها الدفاع لاحقا والله كما لاحظتم اليوم هامل عبدالغاني أنكر هذا الأمر وقال بصراحة العبارة لم أتصل أبدا بصفة مباشرة للتدخل والاستعمال النفوذ ضد استعمال النفوذ أو استعمال السلطة التاعي في سبيل أبناء التاعي أو في سبيل آخرين هامل عبدالغاني تكلم عن لاحظ نفسه اليوم بأنه ضحية أنه ضحية اليوم لماذا؟ لأنه هو والعائلة التاع وهو زوجته أبناءه وإخوته كلهم رأم تحت المتابعة القضائية وهذا طبيعي جدا طبيعي جدا يشوف الإنسان الأب يشوف الأبن تاعه والزوجة تاعه والإخوة تاعه كلهم متابعين قضائيا ما هوش الأمر سهل محاكمة مثيرة للمدير العامل أسبق للأمن الوطني عبدالغاني هامل عبدالغاني هامل مثولة أمام محكمة سيد محمد رفقة أبنائه ثلاثة أميار شفيق ومراد زوجته وبنته اللتان هما رهن الرقبة القضائية فضلا عن الوليين الأسبقين لولاية وهران عبدالغاني زعلان وعبدالمالك بوضياف والولي الأسبق لولاية تيلمسان زوبير بن صبان والولي الأسبق لولاية تيبازا موسى غلاية لكن الغائب الأكبر كان الشاهد عبدالمالك سلاله هو الوزير الأول الأسبق وقد واجهت القاضية المتهم بعد استجوابه بتهم ثقيلة تهم تعلقت بالثراء الفاحش تحريد أعوان الدولة الحصول على مزايا غير مستحقة وتبييض الأموال لينفي عبدالغاني هامل كافة التهم المنسوبة إليها وقد قالت القضية أنك تحوز على أزيد من 25 حسابا بنكيا فضلا عن عقارات عديدة في ولاية وهران تيلمسان والعاصمة وكذا تيبازا لينكر مرة أخرى عبدالغاني هامل حصوله على هذا العدد الهائل من العقارات ويبرر كيفية الحصول عليها مؤكدا أنه كان يقوم بعملية بيع هذه العقارات بعد تحويله بحكم المناصب التي تقلدها وقال عبدالغاني هامل أنه لا يملك 25 حسابا بنكيا يؤكد أنه يملك فقط حسابين بنكيين ببنك الخارجية وكذلك قال عبدالغاني هامل أن أجرته الشهرية لا تتجاوز 48 مليونا وهي تدفع من وزارة الدفاع الوطني ولم يأخذ ولا فلسل لما تقلد منصب المدير العام للأمن الوطني وذكر عبدالغاني هامل بمصاره المهني وقال أنه تقلد عديد المناصب وقد مثل الجزائر في عديد الدول وكرم من قبل شخصيات هم عبر العالم يقول أن عائلته تعرضت للظلم وقد رفعت القاضي الجلسة لتستأنف الخميس على الساعة العاشرة كانت معكم أحلام بوزاير من محكمة سيد محمد لقناة البلاد هذا وأدانت محكمة سيد محمد الناشطة السياسي كريم طابو بعام حبسا منها ستة أشهر نافذة بتهمة المساس بالوحدة الوطنية مع تبرئته من تهمة التحريض على العنف والتمس وكيل والجمهورية بمحكمة سيد محمد في جلسة المحاكمة قبل أيام وقوبة أربع سنوات سجنا نافذة وغرام مالية قدرها 200 ألف دينار لدى كريم طابو ويتواجد طابو بالحبس المؤقت منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي بعد توجيه اتهامات له بالتحريض على أعمال العنف قصد الإضرار بالدفاع الوطني والمساس بسلامة وحدة الوطن أحالت نيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ملفات التحقيقات في الفساد المفتوحة ضد المزراء والمسؤولين السابقين على غرار شاكي بخليل وإيمان هودا فرعون وجميلة مزيرت على المحكمة العليا وجاء في بيان للنائب العام للمحكمة العليا أنه تم إحالة الملفات على المستشارين بالمحكمة العليا بعدما وجهت للمعنيين تهما في ستة قضايا وتتعلق القضية الأولى بشركة SSC لفان المتهم فيها شاكي بخليل وبطرفا نردين ومن معهما أما القضية الثانية المتعلقة بشركة باتجاك المتهم فيها تمار وحيد وبنمراد محمد ومن معهما والقضية الثالثة تتعلق بشركة بيرسي والتهما فيها شاكي بخليل ومن معه أما القضية الرابعة فتخص مطاخن قرص متهم فيها جميلة مزيرت ومن معها أما القضية الخامسة المتعلقة بشركات حسين متيجي متهم فيها عبد المالك سلال ومصطفى رحيال وتخص القضية السادسة صالات الجزائر وتهمت فيها إيمان نهودا فرعون ومن معها أعلنت الجوية الجزائرية أمس تعليق كافة رحلاتها من وإلى العاصمة الايطالية روما وهذا اعتبارا من الخامس عشر مارس ويأتي هذا الإجراء بعد تفشي وباء كورونا في ايطاليا التي تعد البلد الأكثر تضررا من الفيروس بعد الصين وتزايد عدد الوفيات فيها بشكل كبير ليصل إلى 617 حالة حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 149 وفات وكانت الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية أعلنت سابقا تعليق كافة الرحلات من وإلى مدينة ميلون الايطالية بداية من العشر مارس ويأتي هذا الإجراء في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا هذا وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا بأنه وباء عالمي وأضف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين واتبع المتحدث أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدته كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية تم في ولاية البويرة تحويل مغترب قادم من فرنسا نحو الحجر الصحي بمستشفى محمد بوظياف للإجتباع في إصابته بفيروس كورونا وأوضح مدير الصحة للبويرة محمد العايب في تصريحات للبلاد أن الحالة تتعلق بمغترب يبلغ من العمر 72 سنة قديمة من فرنسا منذ 12 يوما وهو يقطن ببلدية أهل القصر وبدأت عليه أعراض الإصابة وبناء على هذا تم وضعه في الحجر الصحي بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوظياف في انتظار نتيجة تحاليل معهد باستر نفت وزارة التربية ما تردد عن تقديم عطلة الربيع المدرسية إلى تاريخ 12 مارس وخصب توضيحات وزارة التربية فإنما تم نشره مجرد شائعات لا أسس لها من الصحة كما أن عطلة الربيع ستكون يوم التاسع عشر مارس مشيرتان إلى أن وزارة التربية لم تتخذ أي قرار يخص هذا الموضوع خرج اجتماع رئيس الجمهورية المصغر بعدد من الوزرات لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسار النفط بتعليمات أهمها التحضير لقانون المالية التكملي 2020 لتحسين النظام الجبائي لتحسين الأموال وإنشاء البنوك الإسلامية في أقرب الأجال ويعتقد مراقبون أن هذه التدبير تستوجب أيضا التعجيل بإعادة هيكلة النظام الجبائي وتعديل قانون النقد والقرد تفاصيل أكثر في تقرير حرية حمداويل قانون مالية تكملي لسنة 2020 أمر الرئيس تبون بتعجيل إعداده للتكيف مع أزمة انهيار أسعار البترول أمام زحف وباء كورونا في العالم يحمل إجراءات جديدة لمعالجة الآثار المالية لأزمة تراجع أسعار النفط الحالية بتحصيل الإرادات الجبائية والجمركية إلا أن مختصين يشككون في قدرة النظام الجبائي الحالي على ذلك فقالوا المالية التكملي لسنة 2020 في البداية كان بهدف رفع النفاقات لزيادة أجور بعض العمال لإدماج عقد ما قبل التشغيل ولكن اليوم نجده أمام مشكلة كبيرة وهو شح الموارد لا يمكن تعويضه إلا عن طريق رفع التحصيل الضريبي ولكن هذا ليس متاح لأن إدارة الضرائب غير متطورة تسريع إنشاء بنوك إسلامية خاصة لامتصاص الكتلة النقدية الموجودة خارج البنوك مراقبون يرون أن هذا الأمر ليس سهلا في ظل العقبة والتعقيدات الإدارية للنظام المالي والذي يقف حاجزا أمام المستثمرين والزبائن العلاقين الإدارية كبيرة في الجزائر تعقل إنشاء مؤسسة مالية أو تجارية أو إنتاجية وبالتالي فإذا استمر الوضع الحالي من خلال العلاقين الإدارية ومن خلال صعوبات الاستثمار لا أعتقد أن هذه البنوك الإسلامية ستؤدي دورها المنشود من قبل الرئيس وهو استقطاب أموال موجودة خارج الأطر الرسمية رئيس الجمهورية أكد على عدم الاستدان من الخارج أو اللجوء للتمويل غير التقليدي إلا أنه أزد تعليمات لبنك الجزائر بمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي بنك أرهقته الأزمات المالية المتعاقبة كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد سبون الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتوجه إلى جمهورية الكونغو لتمثيله في أشغال الاجتماع الثاني للجنة العورية للاتحاد الافريقي حول ليبيا الذي ستنعقد هذا الخميس وكان رئيس الجمهورية قد لب دعوة في هذا الشأن تلقاها من نظيره الكونغولي ويندرج ذلك في إطار جهود الجزائر لتنسيق المواقف الدولية من أجل استئناف المسار السلمي التفاوضي بين أطراف الأزمة الليبية بعيدا عن تدخلات العسكرية الأجنبية وبما يضمن وحدة والسيادة الدولة الليبية الشقيقة يشرف اللواء السعيد شنغريحة هذا الخميس لللواء عمارة ثامنية الذي عين قائدا للقوات البرية أعلن المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية محمد العقاب أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيتسلم مسودة الدستور اليوم الخميس أو هذا الأحد كأقصى تقدير وأورد العجاب في كلمته خلال ندوة حول الدستور نظمتها المنظمة الوطنية لصحفيين الرياضيين في العاصمة أن الإعلاميين مطالبون برفع أصواتهم لدسرة المسائل التي تهمهم كما تحدث عن الإشكال الاقتصادي لتمويل الصحف مؤكدا أن الدولة لم يعد بإمكانها تقديم الدعم لها التغطية لصحر لونيسا بعد المناقشة صدور المسودة لتعديل الدستور وهي تقريبا يوم غادل الخميس أو الأحد على أقصى تقدير سوف يتم تسليمها من طرف الجهة الخبارة بشكل رسمي إلى سيد رئيس الجمهورية الإطلاع عليها إذن بين نهاية الأسبوع الجاري ممكن نشرح في طباعة هذه المسودة أو هذا المشروع بهدف توزيعه على مختلف المعنيين الآن بالنسبة للمؤسسة الإعلامية أنا متجد حوالي 170 مؤسسة إعلامية ستتسلم مشروع المسودة يعني كثير من القضايا بيودين دلها إشارة لأنه الوضع الذي نعيشه الآن يعني فيه تراجع لإعلانات تليفزيونية وهذا يأثر على الصحفة فيه أزمة اقتصادية كبيرة مع تراجع أسعار النفط وبالتالي يستحيل على الدولة أن تبقى تمول يعني وسائل الإعلام والوضعية الحالية المزرية التي تعرفها في قطاع الصحفة المؤسسات الاقتصادية المدرة للإعلانات قليلة كيش وروا لمؤسسات اقتصادية في الجزائر التي ستتمول الصحفة بالإعلانات ولهذا الأساس أنا صرحت أكثر من مرة وقلت أن الجزائر يعني بحاجة إلى حوالي 10 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة ونشئة من أجل أن تزدهر قطاع الصحفة في الوقت الذي نحن مجتمعون الآن في هذه القاعة هناك نحو ألف صحفي أو ألف منتسب لقطاع الإعلام بين صحفيين وتقنيين ومصوريين وغيرهم يعني الرواتي بتاحهم بين 5 إلى 7 شهر ما تقضوهاش يعني مأساة اجتماعية وفي نفس الوقت مأساة مهنية الكثيرون أصبحوا يغادرون المهنة بعضهم إراديا يبحث على مصدر رزق آخر لأبناؤه وبعضهم تحت الإكره لابد للإعلاميين أن يفعلوا شيئا ما تعرف عملية توزيع حليب الأكياس المدعم تذبذبا كبيرا عبر العديد من ولايات الوطن خاصة بعد دخول الموزعين لهذه المادة في إضراب المفتوح وذلك للمطالبة برفعها مش ربخهم أكثر تفاصيل في تقرير ياسم بنقابا طالب موزع الحليب المدعم عبر العديد من ولايات الوطن بضرورة مراجعة هامش الربح في الكيس الواحد من الحليب والمقدرة حاليا بـ 0.90 دينار جزائري نحن نعانو من هامش الربح هامش الربح هذا اللي ران نظرينا فيه بزيف نحن نكون من تواعنا هذا اللي رامهنا يا لأخر قاعدتك رأي يدي بلاسي على 140-150 كيلو 140-150 كيلو بزير في 0.90 وش يدي لك رحم على والديك مشكلة من اللي ويلقى حنا يا تسمى البروبلامة على مارش هامش الربح أزمة التزود بحليب الأكياس تفاقمت في ولاية لبويرا وذلك بعدما دخل موزع والحليب في إضراب عن العمل بسبب قلة هامش ربحهم وارتفاع تكليف التوزيع هذا الوزير جاء طبق قوانين معليش نحن رأينا مع القوانين لطبقهم رأينا مع خارطة الطريق رأينا مع الأمور قال لي درتها بالصحة نحن رأينا مشي هذا نحن رأينا نجيبه في الحليب هذا واختمنا درنا قدارينيو مع مديري التجارة قال لك يا ودي سعفو سمانة هذه سعفو سمانة لمن هي سعفنا بزيف سعفنا رأينا نجيبه 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 بسعى خلاص لخر قاعد يكون مرة أسمي له رأينا في مدة شهرين لا يحدث مكش قاعد يخزر فينا نطالب من الوزير التجارة ولا وزير المالية يزرب لنا يديرنا حل تذبذهن في عملية توزيع حليب الأكيس أجبر المواطن الجزائري للدخول في رحلة بحث طويلة على هذه المادة الضرورية في انتظار تدخل الجهات الوصية بهذا مشاهدنا نكون قد وصلنا وإياكم نطي صفحات موعدنا الإخبار من غرفة الأخبار والآن نترككم مع ورقة توقعات أخوال الطقس مع الزميلة سعدي أكباب ونلتقي بعد الفاصل